أنقل عن مصدر عسكري سوري تحدث عن أنه لا صحة للأنباء الواردة على بعض الصفحات عن انسحاب لقوات الجيش من حمص المصدر العسكري التابع لمزارة الدفاع السورية قال أن الجيش السوري موجود في حمص وريفها وينتشر على خطوط دفاعية ثابتة ومتينة وتم تعزيزها بقوات أيضا إضافية مزودة بمختلف أنواع العتاد والسلاح وقال أن القوات السورية جاهزة لصد أي هجوم إذن وزارة الدفاع السورية تنفي انسحاب الجيش من حمص بطبيعة الحال لكن كانت هناك ربما إعادة انتشار وانسحابات من شرق البلاد من دير الزور ومن الرقة حيث تفيد المعلومات بخروج قوات الجيش من بعض المواقع في ريف الرقة وفي محيط دير الزور ودخول قوات سوريا الديمقراطية إلى هذه المواقع وتشير مصادر محلية إلى أن الأمر تم وفق اتفاق بين الطرفين طبيعة هذا الاتفاق بحسب معلوماتك صفاء ما بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري في هذه المناطق سواء البلدات في الرقة أو حتى دير الزور نعم كانت وزارة الدفاع السورية يوم أمس تحدثت عن عمليات تكتيكية تجري بإعادة تموضع قوات الجيش السوري في المناطق السورية وقال وزير الدفاع أن هذا تكتيك تتبعه الجيوش بشكل اعتيادي ربما يجري من انسحابات في دير الزور أو إعادة انتشار يأتي ضمن هذا السياق الذي تحدث عنه وزير الدفاع السوري أما عن التفاهمات لا تفاصيل دقيقة لدي لأكون واضحة يعني مصادر هناك في الشرق السوري قالت أنه حصل التفاهم يعني المناطق التي أخليت منها أو التي خرجت منها قوات الجيش دخلتها قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة ومحيط مدينة دير الزور شرقي سوريا يبدو أن الجيش السوري لا يريد تشتيت لقواته في جبهات مترامية إنما تتركت القوات في جبهة حسنة في العاصمة السورية بأن الجيش السوري لم ينسحب من حمص على عكس كل ما تعلنوا هذه الفصائل وهذه الفيديوهات التي تشير إلى وفق وزارة الدفاع السورية وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية هنا في دمشقية التي تحدثت عن أن القوات السورية لم تنسحب من حمص نعم طيب فيما تعلق إذا كان لديك أي معلومات عن ما يجري أيضا في الجنوب درعا والسويداء وغيرها نعم يبدو أن هناك فعلا تغيرات تجري في درعا ما يمكن الحديث عنه كان هناك اشتباكات في مناطق متفرقة من ريف درعا الشرقي وقرب معبر نصيب الحدودي الواقع في هذا الريف تحديدا معبر نصيب الذي يربط سوريا بالأردن ويمكن الحديث إذن عن قرب الاشتباكات من هذا المكان وربما يعني الإعلان الأردني عن نشر قوات على الحدود ربما يعني خروج أو سيطرة المسلحين على هذا المعبر إذا صح القول كما ظهر الفيديو لا معلومات مؤكدة بطبيعة الحال لكن ما حصل اليوم فعليا أنه كان هناك هجمات على مفارز عسكرية في درعا تحديدا في بلدات نوى وإنخل هذه البلدات هي خاضعة لاتفاق تسوية وهي خالية من قوات الجيش السوري هناك وكانت هناك هجمات شهدتها بلدات مثل نوى وإنخل على نقاط عسكرية موجودة هناك يعني هذه المعلومات التي لدي التي يمكن أن تكون دقيقة حتى الآن ترجمة نانسي قنقر